إسم الله بالucc�ل والسلام~~~~ إسم الله والسحاء والسلام والسلام عليك ورحمة الله وسلامي في Absolم عام وكل خير وعافية لأنفسهم الجميع الفعليات الزمو استر breakthrough الواقع راتفوني الأطفال مشاضي الطفان مثلحة حنجر الجزي تقنيات سبحانات في الصوتية هذا هو بيبركة هي من تنظيم مسجد بياس العلمية ومسجد ثلاثي وصحي وماركس تكوين تدريبي وراء الطفل لتعاون مع كلية من جانة كريت وقسم الماركس الماركس مصر سلامكم جميعاً فكروا سؤال معنا أيها ما كيف أنت السلام عليكم حضرتك سمعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين في البداية أقدم كلمات الشكر والعرفان والتقدير لمؤسسة PRC العلمية والقائمين عليها ومجهوداتها العلمية وعملها الدقوب في مجال البحث العلمي وتقديم الورشات والندوات العلمية والمؤتمرات في مجالات متعددة التي استفدنا منها كثيراً في الفترات السابقة والشهور السابقة والأيام طبعاً هي ما خلتناش محتاجين حاجة في أي تخصص من التخصصات فكل الشكر والتقدير والعرفان لمؤسسة PRC العلمية كما أتقدم بكلمات الشكر والتقدير إلى العميد المحترم الأستاذ الدكتور عمر نجم الدين أنجا عميد كلية الأداف جامعة كاركوك بالعراق وطبعاً لا يسعوني إلا أن أتقدم بالشكر والعرفان والتقدير لرئيس مؤسسة PRC العلمية الأستاذ الدكتور نساق بيات كما أتوجه بالشكر للقائمين على الورشة العلمية والسادة الحضور في البداية خير ما نبدأ به ندوتنا العلمية لهذا اليوم آيات من الزكر الحكيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبهوا الغارون أبتر أنهم فيه يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وحانت اللحظة لسماع النشيد الوطني العراقي لدولة العراق الشقيق اشتركوا في القناة 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 تستطيع أن تقيم خصائص الصوت لدى المصاب باضطراب الصوتي وكيفية محاولة علاجه لأن الموضوع يتعلق بسلسلة من التمارين يقوم الفرد الذي يعاني من اضطراب صوتي لدفع هذه التمارين وتكون حسب نوع ولا شك أن هناك أدة عوامل نجد من خلالها أن المختص وذوي الخبرة يحاول أن يستمع إلى المريض ليجعل نوع التمارين والمهارة في تطبيق التمارين لدى المصاب من أجل علاجه مع مرور زمن أو وضع أدة التمارين له حسب نوع المصاب باعتبار أن المصاب يختلف من شخص إلى شخص آخر لذلك بدورنا نحن نقدم الشكل الجزيل والعرفان لفضيلة دكتورة أسماء من جامعة القسطنطينية في الجزائر لشرحها بشكل دقيق لهذا المرض والعوامل والأسباب وكيفية استخدام التقنيات الحديثة في إعادة التلبية الصوتية لأننا دائما نعتز بأسرة وبأفراد الأسرة إذا كانت أفراد الأسرة سالمين لكن قد نجد في أسر الأخرى من أفرادها من هو مصاب لكن نستطيع من خلال هذه الورشة ومن خلال هذه المحاضرات أن نقدم التربية الصحية لكيفية مساعدة هؤلاء الأطفال المصابون بآهة الصوتية وكذلك لا يفوتني إلا أن أقدم شكري واعتزازي وسعادتي للجان العلمية والتحضيرية والفنية الذين يساهمون ويفذلون جهد ليلة نهار لإنجاح مثل هذه الحلقات وأشكر فضيلة السادة في المثاق لجمع العقول الألمية في مثل هذه الحلقات سواء كانت أورش أو ندوات أو مؤتمرات لبحث مثل هذه المواضيع وجمع عقول الألمية لعرض التساؤلات إضافات وبحث مثل هذه المواضيع وأيضا نجد أن هناك توصيات لنهاية كل ورشة أو ندوة بمثابة الدواء والعلاج الحقيقي لمثل هذه المشاكل الاجتماعية النفسية الصحية المختلفة المتنوعية بارك الله فيكم كمانا موفقية العلمية أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل سعيكم في ميزان حسناتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا فضيلة العميد الأستاذ الدكتور عمر نجم الدين أنجا عميد كلية الأداف جامعة تركوك العراق شكرا يا فاندم والكلمة الآن للدكتور نيساك بيات رئيس مؤسسة PRT العلمي شكرا 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 السلام عليكم ورحمة الله فقدان صوت المر بين قابل حالتين حينما أرضى فعلنا الدكتور اسمه هذا الموضوع بسرعة كما فهموا أن ليس لدينا خبرة في هذا المجال لكن لدينا خبرة في قضايا السلطان وهي استيصال الحنجرة لإصابة بمرض السلطان لكن استيصالها استيصال الجزئي بالنسبة للأطفال رأيناه بالفداية موضوعا قد يكون طابا فكيف يكون بعد أن قاننا عن الموضوع لذلك أن السلطان الحنجرة وإجراء الجراحي ضمن السلطان لحنجرتها بالتالي فصل الجر العلوي من جهاتنا ما يردي لا فتح القصبة لهواية بهذه الطريقة يتم تنفث لحساب صوص المير يتكون البلوم الجديد اللي يعمل فقط كمرن هضمي بين الفم والملل هذا كله مصابين بسلطان الحنجرة لكن قضية أن يكون المصاب طفلا بالشهاب كبير بالحنجرة وأدي السلطان لها لم نعرف كيف نعالجه جزائي كلها استخدرنا دكتور اليوم توضع لنا هذه العملية لكن بدأت الوقت لما نعود إلى السلطان الحنجرة بسبب أمراض السلطان رجلت لها أن هذا مرض بدأ منذ الرابع الثاني الرابع الثاني من قبل التاسسة عشر بدأت المحاولات الأولى بهذه العمليات لكن كانت معدل يستح إلى خمسين مليئة تنجح ولا تنجح بدأت أولى عمليات التي اتخذت طابعا جيدا بهذه العطار في النصف الأخير من قبل التاسسة عشر يعني عام ٢٢٣ عندما استخدم طريقتين وخطوتين أساسيتين في هذه العمليات كلها بداية حقيقية لاستلصال الحنجرة ولكن حتى بعد استلصالها هناك استراتيجات خاصة يجب عن المريض أن يطبقها ويتعلمها كي يعاد ويسترجع الصوت حتى في هذه العمليات الاستلصال التام للحنجرة يكون تحبال الصوتية معنا ذلك يعني المريض يتعلم الكلام تعلم كامل من جديد لكن هنا في هذه العمليات الاستلصال ليس كامل مجلسيا ولكن ولكن أفضل مجلسيا فكيف يسمى ذلك حسنا السلام بارك الله بها هذه كبارة دولة كبينية بهذا المجال وهي من أول الأعمال رجل تخبرها في هذا بارك الله بكم جميعا ومحبين بها والسلام عليكم ورحمة الله شكرا للاستاذ الدكتور ميساك بيات رئيس مؤسسة بي ارسي العلمية على هذا الكلام الرائع طبعا موضوع ورشتنا النهاردة عن مستقصلي الحنجرة الجزئي تقنيات اعادة التربية الصوتية لدكتورة اسماء بن شخر طبعا اللغة تعتبر هي الوسيلة الوحيدة التي تكون بكل وظائف الحياة اليومية وهي طريقة للتواصل والتفاهم مهما كان شكلها سواء كانت لغة منطوقة او مكتوبة او شكل مهم ان تؤدي الغرض الذي يسعى اليه الانسان تجاه انسان اخر فهي المادة الخام للتواصل والتخاطب مع الغير وكلما نضج الطفل نضجت هذه العملية عنده لكن تتطلب وجود شروط من بينها صحة الطفل البدنية وعدم ظهور اي مرض عضوي او وظيفي من شأنه اعاقة الوصول بالصفل الى عملية التواصل الكامل طبعا دكتورة اسماها تشرح لنا ان الاطفال دول بيحتاجوا الى تدخل وعارف التربية الصوتية اتفضلي دكتورة شكرا لك استاذة اتفضلي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم الانبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في البداية اسمحوا لي ان ارحب بالمشاركين معنا في هذه الورشة العلمية من اساتدة ومختصين وباحثين عبر مختلف انحاء الوطن كذلك دعوني اقدم شكري الى الاساتدة الافاضل على رأسهم الاستاذ ميثاق البيات على هذه المجهودات المبدولة وكل شرف للمشاركة في هذه الورشة العلمية لهدفين اساسيين الاول وهو فرصة من اجل تبادل الاراء والخبرات والابحاث وكذلك الاطلاع على عدة مجالات في العلوم الانسانية يحتاجها المختص الارتوفوني والسبب الثاني هو فرصة من اجل تثمين اختصاص ودور اخصائي امراض اللغة والتخاطب في ميادين البحث سواء بالنسبة للطفل او بالنسبة للراجل لذلك اهلا بالجميع اليوم في هذه الورشة سوف نتطرق الى اضطراب من اضطرابات اللغة الشفاهية كما اشارت الاستاذة من قبل ان اللغة هي وسيلة الاساسية لنقل اعراء افكار التواصل بين البشر ويعتبر الصوت هو جزء من هذه اللغة اي صوت في الكون يحدث نتيجة لميكانيزم معين بما في ذلك الصوت البشري يعتبر الصوت البشري لابد ان ناخده بعين اعتبار ان الصوت البشري هو من اعقد الميكانيزمات يتحكم في صوته الجهاز العصبي المركزي خاصة المناطق الحركية الدماغية الموجودة في الفص الجبهي وهي المسؤولة على حركة الاعضاء الدقيقة المسؤولة على الجهاز الصوتي لنتحدث اولا ما هو الصوت قبل ان نتطرق الى الاطرائب لابد ان نعرف ما هو الطبيعي قبل ان نذهب الى الجانب المرضي ما هو الصوت ما هي خصائصه كيف الانسان ان يخرج صوتا الصوت هو اهتزاز الاوطار الصوتية او الاحبال الصوتية نتيجة خروج هواء الزفير عبر عبر الهواء وعبر الحنجرة فهو عبارة عن حركة دبدوبية للهواء من فم المتكلم وتنتشر عبر موجة صوتية بسرعة ثلتمية أربعين نعم انتشار الصوت متر في الثانية لابد الاشارة هنا الى ان موجة الصوت وانتشاره تختلف باختلاف المحيط الذي خرج منه صوت فانتشار الصوت عبر الماء مثلاً يختلف عنه عند انتشار الصوت في الهواء او عند وجود حاجز مثلاً لو اضع انا هكذا ورقة امامي هكذا سوف ينتشر الهواء سوف ينتشر الهواء بطريقة تختلف او بسرعة تختلف عن انتشاره بطريقة متساوية كل صوت أو الصوت البشري لديه خصائص فيزيائية معينة اهم هذه الخصائص هي الشدة نقول صوت قوي صوت ضعيف نقول ارتفاع كل صوت لديه ارتفاع اما يكون عالي او يكون صوت عالي او يكون صوت واطن الجرس الجرس هو الخاصية التي تميز صوت البشري عن صوت بشري آخر فكل بشر كل إسان لديه جرس يختلف عن جرس الصوت الآخر هذه الطبيعة هذه كل جرس عنده طب انواع عندنا لدينا الجرس الجش وهو عندما تكون الأوتار الصوتية غاليدة وجفة ينقصها لعاب تنقصها المادة اللذيجة عندنا الجرس الأهم وهو عندما يشتدوا ونجد إما صوتاً حد أو صوتاً ينحصر في الخياشين وهي في تجاويف أنفية عوض أن يخرج تخرج الحروف الحروف الفنية كميمة مما يخرج أو مخرج الحرف يكون من الأنث أي كذلك لدينا الجرس الحلقي وهو يحدث نتيجة حصر الصوت في الحلق يكون صوتك وكأنه صوت مخنوق يحدث نتيجة مثلاً لإنفعال نتيجة غضب نتيجة صياحه وكأنه يتكلم أو يخرج الصوت من الحلق هذه ولدينا كذلك الجرس المخنوق وهو غياب الرنين أو اللحن فيكون الصوت دائماً يكون صوت الإنسان منخفض على الوثيرة الطبيعية للصوت الطبيعي لابد الإشارة هنا إلى أن أي خلل يصيب هذه الخصائص يعطينا إضطراباً صوتياً الأجزاء ما هي الأجزاء المسؤولة عن التصويت؟ لدينا الحمجرة يتكلم يخرج الصوت من الحمجرة الحمجرة نجد في داخلها الأوتار الصوتية وهي تركيبة الحمجرة فيها أعضاء هذه الأعضاء تحمل معها الأوتار الصوتية نتيجة عندما يعطي الجهاز العصبي بإشارة إلى الحمجرة بأنه سيحدث صوتاً تقوم الأعضاء المسؤولة عن الحمجرة بالتحرك هكذا هكذا الأوتار الصوتية إما تنغلق أو تنفتح هذه الحمجرة لدينا كذلك البلعوم وهو البلعوم القصبة الهوائية البلعوم لدينا القصبة الهوائية لا تخشي عن العمود الفقاري نقصد به وهي الأعصاب التي تنتشر من الحبل أو من النخاء الشوكي المسؤولة والتي تنتهي هنا في الرقبة هنا في الرقبة الخلفية وهي مسؤولة عن حركة كل من الحمجرة والبلعوم نعم لدينا الحاجب الحجاب الحاجس وهو الذي يأتي تحت الرئتين وهو المسؤول عن عملية يدخل في عملية إخراج الهواء أثناء عملية الزفير الشريحة من فضلك أستاذ الشريحة التي بعدها نعم نلاحظ هنا ها لدينا الجهاز الحنجري ها لدينا في أسطورة على اليمين لدينا مقطع طولي للحنجرة لدينا من فوق لسان المزمار لسان المزمار هو عبارة عن وكأنه لسان الذين تحدثوا به عضو اللسان هذا لسان المزمار هذا عند خروج الهواء ونريد أن نتكلم يقوم بإغلاق القصبة يقوم بإغلاق مصار الأكل ويسمح بإخراج الصوت عندما نقوم بالأكل عندما نكون في وضعية أكل يقوم هذا لسان المزمار بإغلاق القصبة الهوائية وذلك تفادياً لأخطاء المصار دخول الهواء إلى القصبة الهوائية فهذا عنصر جداً مهم جداً في عملية التصويت لدينا الغضاريف هذه الغضاريف هي التي تتحكم في آلية عمل العظام العظام التي تتحكم في الأجزاء الداخلية وهي التي يلتسق بها الأوطار الصوتية في الصورة التي على اليسار هي مقطع عرضي للحمجرة أين أين تبرز العضوي كل من الغضاريف والأوطار الصوتية الأوطار الصوتية الشريحة التي بعدها من فضلك أستاذ لدينا الأوطار الصوتية في نلاحظ الأوطار الصوتية في الصورة الأعلى أثناء عملية الكلام أو إخراج صوت وكأننا نقوم بعملية صياحة عن ابنكم عندما نقول مثلا حرف هنا هذه تكون الأوتار الصوتية بهذا الشكل عندما نكون في حالة سكوت عدم خروج لا هواء ولا كلام يكون الأوتار الصوتية متلاسقة مع بعضها البعض كيف سؤال الذي يطرح نفسه كيف تتم عملية التصويت هنا عندما تتم الشريحة التي بعدها عملية التصويت تحدث نتيجة عملية التنفس أثناء خروج الهواء من الرئتين يقوم أول حاجة قبل الرئتين تقوم عضلات البطن تتشدد تنشد تنشد وتدفع وحاجب الحجاب الحاجز يدفع الرئتين إلى الأعلى يخرج عملية الهواء هذه عملية الهواء تخرج عبر الحنجرة تحدث أين تحدث اهتزاز أو اهتزاز الأوتار الصوتية هذا الاهتزاز هذا ما يعطينا صوتاً أي اهتزاز تقوم به الأوتار الصوتية تعطينا صوتاً في كل مرة تحدث عملية إطلاق الهواء من الحنجرة وتنتقل هذا الهواء إلى البلعوم وبالتالي تكون هنا الموجة الصوتية تخرج إلى الهواء وتعطينا صوتاً اضطرابات الصوت تحدث ما هو؟ اضطراب الصوت عند حدوث أي خلل في هذا الميكانيزم سواء في آلية التصويت يعتبر خلل وظيفي أو عندما يحدث عملية استئصال للحنجرة نتيجة الهواء معين فإن خصائص الصوت تصاب عندما تصاب خصائص الصوت يعطينا هنا اضطراباً صوتياً لابد من أشير إلى نقطة جد مهمة أن لدينا عدة أنواع من اضطرابات الصوت وليس اضطراب صوت واحد هنا في هذه الورشة سوف نتترك إلى نوع واحد من اضطرابات الصوت وهو الناتج عن استئصال الحنجرة فهو إذن اضطراب عضوي يمس الأعضاء لدينا اضطرابات الصوت الوظيفية مثلاً تحدث نتيجة لإجهاد صوت نجدها عند الأستاذ الجامعي مثلاً عند الأستاذ عند المغني نجدها نتيجة لتعرض تعرض الأوثار الصوتية إلى إجهاد هذا نسميه وظيفة وظيفة الأوثار الصوتية لدينا كذلك اضطرابات صوتية نتيجة لمثلاً مثلاً توطر نفسي نجد توطر نفسي يؤدي إلى يكون مثلاً الخوف مثلاً نجد الخوف يحدث نجد صوت متدبدب نحص عندما نسمعه نحص بأن هذا الصوت صوت إنسان خائف هذا نتيجة لسبب نفسي هنا سوف نتطرق إلى إطرابات الصوت التي تمسعود أعضاء الجهاز الصوتي ما هو استئصال الحمجرة؟ هو عملية إزالة صندوق الصوت ما نجده في بعض المراجع أو الحمجرة للغانكس باللغة الفرنسية مناء الرقبة وغالباً ما تكون بسبب أوران خلال هذه العملية يقوم الجراح بإنشاء طريق آخر جراحياً كي يستطيع المريض التنفس خلاله حيث يقوم بربط الطرف النهائي للرغامي الرغامي سي لا تخاشي وهي القصبة الهوائية يقوم بفتحة خارجية هنا 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 على مستوى الرقبة ونجد استئصال الحمجري هو نوعاً إما أن يكون استئصال كلي للحمجرة هو ما هو؟ هو معالجة جراحية أيضاً هي عملية جراحية كافية كلية تكون واضحة في واجهة الرقبة هنا على مستوى الرقبة حيث أن هذه المعالجة تتلف وبخطورة الجانب التشريحي والعدوي لآلية التصويت بمعنى هي عملية إزالة الحمجرة نهائياً نهائياً وبالتالي الشخص يفقد صوته بطريقة كلية الشيء المهم في هذا النوع بين القوصين لابد أن هذه خطوة جد مهمة في عملية نجدها نجدها لاحقاً في عملية المعالجة وسوف أتترق إليه بحول الله الشيء المهم في هذا الاستئصال الذي لابد على أي مختص أورتوفوني أو مختص في أمراض اللغة والتواصل معرفته وهو تحويل اتجاه الهواء الرئوي حيث يقوم الجراح ويوصل الرغام بالرقبة ومستقص الحنجرة يتنفس من خلال هذه الفتحة المتواجدة هنا على الرقبة عندما يريد أو مستقص الحنجرة الكل عندما يريد إخراج صوتاً يقوم بإغلاق هذه الفتحة أو الآلة بيده لكي يستطيع إخراج الصوت أما استئصال الجزئي للحنجرة الشريحة للموالية من فضلك الاستئصال الجزئي للحنجرة يتم فيه التخلص من الورب والاحتفاظ بالوظائف الفيزيولوجية للحنجرة يعني عملية التصويت ممكنة مع إعادة التربية الصوتية عملية التنفس كذلك يستطيع اكتساب التنفس من جديد أو نقوم بإعادة التربية لعملية التنفس كذلك يتمكن من استعادة عملية أو كآلية عملية البلع كل هذه الأمور ضرورية جدا في الاستئصال الجزئي لذلك نجد إعادة التربية الصوتية للمستقصل الجزئي أسهل من إعادة التربية الصوتية للاستئصال الجزئي الكلي للحنجرة هناك فرق شاسع بين هاتين الحالتين نقطة موالية نجد البروتوكول في المحور الأول نظرة شاملة حول الحالة الطبيعية للصوت هنا ندخل في البروتوكول العلاجي أو إعادة التربية الصوتية قبلا أو قبل أن نغوص في هذا البروتوكول لابد من الإشارة إلى خطوة أن خطوات التكفل بهذه الفئة تمر عبر مراحل المرحلة الأولى أو بعد المرحلة الأولى وهي المهمة جدا وهي الإطلاع على الملف الطبي للحالة بمعنى لابد من تحديد ما هي أو إجراء إجراء التصوير المغناطيسي للحنجرة لمعرفة ما هي الأجزاء المتبقية من الحنجرة هنا الغرض من إعادة التربية الصوتية وهي في حقيقة هو قبل إعادة التربية الصوتية لأعضاء الحنجرة كما أشرت في الأول أن الجهاز الصوتي من الذي يتحكم فيه يتحكم فيه الجهاز العصبي المركزي قبلا أو في الحالة الطبيعية الجهاز العصبي المركزي يعمل في آلية التصويت يعمل بآلية عادية طبيعية لكن هنا سوف نقوم بخلق مسارات عصبية جديدة لهذه الجزئيات التي تبقت من الحنجرة لكي تتعاون مع بعضها البعض وتمجز صوتا جديدا هنا هذه الفكرة لابد أن يأخذها بعين الاعتبار أي مختص في أمراض اللغة والتخاطب الدراسة التي أمامنا بالطبع هذا البروتوكول قمنا بتطبيقه على عدة أطفال لابد من الإشارة أن مدة البروتوكول هي مدة جد طويلة تختلف بطبيعة الحال من طفلا إلى طفل ومن بعد سوف نتطرق إلى هذا الموضوع المهم الهدف من الدراسة تهدف الدراسة إلى إعادة التربية الصوتية لمجموعة من الأطفال مستقصلي الحنجرة الجزئي الناتج لأوران مختلفة الأنواع نحن نعرف بأن الأوران عندنا ورم في المرحلة الأولى ورم في المرحلة الثانية والورم في المرحلة الثالثة هؤلاء الأطفال كان لديهم أوران بدرجات مختلفة برونيار ستاد دوزيام ستاد ايد خوزيام ستاد هذا من طرف مختص أمراض لغة والتواصل بغيتها الهدف هو استرجاع الصوت لدى هؤلاء من خلال تكامل كما أدكرت سابقاً الأجزاء المتبقية من الحنجرة لتنصدر صوتاً يكون هذا الصوت بديلاً لابد أن نأخذ بعين الإعتبار أقولها وأكررها إنه صوتاً بديلاً عن الصوت الطبيعي لهم بمعنى أنه صوت جديد المنهج الذي تبعناه في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي لتناسبه مع موضوع الدراسة تفدينا المنهج التجريبي لأن المنهج التجريبي يحتاج إلى قياس قبلي قياس بعدي نحن هنا لسنا أمام دراسة إحصائية أو دراسة لتجريب فعالية البروتوكول هيا دراسة نريد من خلالها استرجاع صوت معين تم الاعتماد فيها لذلك تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي لتناسبه مع موضوع الدراسة بطبيعة الحال اتبعنا تقنية دراسة الحالة لأننا في هذا الموضوع نقوم بتسليط كل حالة على حدة لذلك لا ينفعنا المنهج التجريبي في هذه الدراسة عندنا عينة الدراسة قمنا بتطبيق هذه الدراسة على أطفال مستقصلي الحنجرة الجزئي نتيجة لأورام قلنا سيبقى درجة متفاوتة بلغ عدد الأطفال عشر أطفال من أعمار مختلفة محصورة بين عشرة وثلتاش سنة هنا في مسحة الأنف والأذن الحنجرة بالمستشفى الجامعي يصل تقريبا تقريبا حوالي من حالتين إلى ثلاثة حالات أسبوعيا يعانون من أورام في الحنجرة ويتستقبل من طرف الأطباء ويقومون بإجراءات اللازمة ويقومون بالاستئصال لاحظنا أنه الاستئصال الجزئي الجزئي نسبته أكثر من الاستئصال الكل لذلك لاحظنا أن هناك انتشار واسع بين هذه الشريحة كنا نعتقد أنه يصيب الكبار فقط ولكن عفانا الله وعفى أولادنا وحتى عفى كبارنا أنه يعاني منه يعاني العديد من هذا المرض منهم هذه الفئة هذه منهم أربعة إناث وست دكور لاحظوا هذا الجدول معي خمس حالات هذه الحالات مدة إجاء العملية شهر من إجاء العملية عدنا حالتين مدة إجاء العملية ثلاثة أشهر حالتين مدة إجاء العملية خمسة أشهر وحالة واحدة مدة إجاء العملية عشرة أشهر هنا نلاحظ جيداً أن الفترة اختلاف الفترات اختلاف الأعمار وكذلك اختلاف فترة إجاء العملية سوف نجدها لاحقاً في تحليلنا للنتائج أدوات الدراسة استخدمنا في الدراسة بطبيعة الحال برنامج علاجي هذا البرنامج مبني على عدة تقنيات تم تتبقها عبر جلسات علاجية دامت أكثر من عشرة أشهر مع بعض الحالات أكثر من ذلك دامت سنة فعملية لوجود عدة متغيرات سأشير إليها لاحقاً فعملية استرجاع صوت هي من أصعب الإترابات هنا التي يواجهها المختص اللغوي صعب جداً استرجاع صوت من جسم الإنسان صعب في غاية الصعوبة لذلك فهي عبارة عن تقنيات جد متخصصة تقنيات جد دقيقة تحدث وفق جلسات علاجية مرتبطة بشخصية الحالة في حد ذاتها مرتبطة بالمرافقين مرتبطة بعدة أمور سوف نتترق إليها لاحقاً هذا البرنامج تطبيق عبر مراحل فلا يمكن من بين أهم شروط تطبيق هذا البرنامج أولاً لا بد أن يتم عبر مراحل لا بد أن تكون كل مرحلة منفصلة عن المرحلة اللاحقة ولا يمكن الشرط الثاني لا يمكن للمختص أن ينتلق في إعادة تقنية في مرحلة أخرى حتى يكون الطفل قد اكتسب التقنيات السابقة اكتساباً جيداً هذه شروط جد مهمة إذن من بين كذلك الشروط أو الحاجة الشرط الأول لتطبيق هذا البرنامج هو يتيب عبر مراحل الشرط الثاني هو لا بد أن تكون كل مرحلة نتأكد من اكتساب الطفل جيداً قبل الأشروع في تقنيات المرحلة اللاحقة لا بد أن ننتلق في إعادة التربية الصوتية دائماً من التقنيات السهلة نقدم للطفل تقنية سهلة ثم نتدرج من السهل إلى الصعب نبدأ دائماً من الأمور أو من الأمورات الظاهرة التي يراها الطفل قبل أن نذهب إلى عملية البلع وأملية التنفس دائماً الأمورات المرئية هي الأولى ثم ننتلق من الحروف إلى الكلمات من الكلمات إلى الجمل الصغيرة من الجمل الصغيرة إلى الجمل الطويل إلى الفقرة وهكذا يعني لابد من مراعاة تسلسل التدريبات ولا يمكن المرور من نشاط إلى نشاط آخر حتى نتأكد جيداً من أن الطفل قد اكتسب هذا النشاط اكتساباً جيداً إذن أساسيات البروتوكول العلاجي أولاً الإطلاع على ملف الصحي للحالة دائماً هذه أول خطوة وضع ملف على المختص الأرتفوني وضع ملف خاص لهذه الحالة كذلك تحديد فترة التكفل انطلاقاً من 20 يوم نلاحظ هذه هنا نضع عليها خط أحمر 20 يوم هي المدة المحددة أو اللازمة لبدء عملية إعادة التربية الأرتفونية أي تأخير فيها سنتحمل نتيجة أو تكون أصعب كل ما زاد الفترة التكفل ما بين إجراء العملية إلى عملية أو البدء في البروتوكول العلاجي نتعرض إلى أمورات أكثر صعوبة كذلك المرافقة المرافقة وهي تشمل الوالدين أو أي مرافق للطفل لا يمكن أن أقوم بعملية أو إعادة التربية الصوتية دون وجود مرافق للطفل لماذا؟ هنا نتسأل لماذا المرافقة هنا ضرورية؟ لأن كل نشاط أقدمه أنا كمختصة أرتفونية للطفل ستقوم الوالدة نتعبرها المرافقة هنا الوالدة ستقوم الوالدة أو الأم بإعادة هذا النشاط أو تكراره في المنزل لأن المدة المحددة لعملية أو في كل نشاط المدة المحددة فيه أو في كل جلسة لا تتجاوز 45 دقيقة لكل طفل لكل طفل 45 دقيقة لا أتجاوزها كل ما تجاوزها عندما نتجاوز هذه المدة وكأننا نقوم بإجهاد صوت الطفل نقوم بإجهاده نفسيا نقوم بتحفيزه على عدم إكمال إعادة التربية من الأخير سوف سوف يمل الطفل من إعادة التربية نظرا إلى صعوبتها وإجهاده نفسيا كذلك هنا أرجو فقط توضيح الصورة قلنا المرافقة المرافقة وتشمل لأحد الوالدين لابد كذلك هنا إشارة فقط قبل أن ندخل في عملية التمارين إعادة التربية أشير هنا إلى دور المختص النفسي في هذه العملية المختص النفسي في هذه العملية يتدخل في حالة عدم رغبة الطفل في إعادة التربية الصوتية لماذا؟ لأنه سوف نقوم بتحضيره نفسيا على أن تغيير أنه صوته يكون متغير صوته يختلف عن الصوت الطبيعي الذي كان فيه تغيير لابد على الطفل وكذلك المرافقين أو الوالدين لابد أن يفهمون جيدا أن صوت طفلهم سوف يتغير أن مدة اكتسابهم للصوت البديل ستختلف لعدة متغيرات نتيجة متوقف على تعاونهم معنا متوقف على انضباطهم مع الجلسات التدريبية متوقف على رغبة الطفل في الاستمرار في عملية في عملية إعادة التقنيات وإلى آخره كل هذا يحدث في عملية إعادة التربية الأرطفونية فقط الشريحة الموالية من فضلك أستاذ محاور محاور البروتوكول العلاجي هذه نقصد بها هنا محاور البروتوكول وهي الخطوات العلاجية أول خطوة نقوم بها المرحلة الأولى وهي عملية التدريب على الحركة الدقيقة الاعتيادية المتناسقة ماذا نقصد بالحركة الدقيقة الاعتيادية المتناسقة نقصد بها عملية عملية تدريب تدريب الظاهر تدريب الوجه كذلك يدخل في عملية إخراج الصوت أنا لو لا حركة الشفتين لما يخرج الصوت لو لا حركة الدقن السفلي لما خرج الصوت لو لا حركة اللسان والأثنان والخدين لما خرج الصوت لذلك أول مرحلة وهي تسمى بمرحلة براكسيا البراكسيا وهي عبارة عن تدريبات لأعضاء النطق لأن عملية النطق خروج الصوت خروج الصوت من أعضاء النطق يعطينا صوتا لأنه دون ذلك يبقى صوت حمجري حمجري مثلا هنا صوت حمجري لكن عندما أقول أ ب ت ث هنا يعطينا هنا حركة أعضاء النطق أعطتنا صوتا يخرج من يخرج من فم المتكلم لذلك نبدأ دائما ب أولا البراكسيا اللسانية هي العمل على حركية اللسان العمل على تقوية تقوية التقوية العضلية لأنه مثلا بعد إجراء العملية الجراحية يبقى الطفل في حالة سكون لا يقوم بإخراج صوت هنا نقوم نحن بإعادة التربية العضلية لللسان مثلا تحريك اللسان إلى اليمين إلى اليسار هكذا 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 مثلا تحريك أو إخراج اللسان إلى الدقن حتى يمس الدقن بممكن الاعتناء بقلم هنا 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 أو الاعتناء بحلوة أو الاعتناء بعدة أدوات المهم هنا وهي عمليات عدة مرات مثلا عشر مرات واحد اثنان ثلاثة وهكذا هنا هذه البرقسية اللسانية العمل على خركية اللسان وكذلك العمل على التقوية العضلية العصبية كلما كلما نقوم بتحريك اللسان هنا سوف أقوم بتحريك أو تحفيز المصار العصبي الذي يقوم بتدريب اللسان عندنا البرقسية هنا نقوم الهدف من هذه وهي تسهيل عملية لأن هذه البرقسية قلنا البرقسية اللسانية البرقسية الشفهية هنا خاصة بالشفتين مثلا هنا عملية تدليق فالا عملية تدليق للشفتين هنا الخضية